سلام، هذه حلقة جديدة من برنامج التعديل الأول أبتكلم فيها عن وثيقة الحقوق الأمريكية أو اللي معروفة كمان بالتعديلات العشر الأولى للدستور الأمريكي وهذه طبعاً وثيقة جداً مهمة لأنها تنص وتتكلم وتتمحور على مبدأ رئيسي هو حقوق المواطن الأمريكي وطبعاً بنتكلم فيها بشكل موسع من خلال الحلقة فخلونا نبدأ وثيقة الحقوق الأمريكية هي بكل بساطة تم صياغتها لسبب بسيط هو أنه بعد ما وضعوا الأباء المؤسسين لأمريكا الدستور كان في داخل الأباء المؤسسين طبعاً الولايات كانت 13 اللي وقعت على الدستور الأمريكي هذه 13 ولاية كان من ضمنها مناديب كان عندهم خوف من سطوة الحكومة الفيدرالية فأعتبرهم اللي هم المضادين للفيدرالية وكان عندهم خوف أنه هذه الحكومة تكون تتنمر على الناس وتحد من الحريات اللي المواطنين في الولايات تمتعوا فيها فبالتالي جاء جيمس ماديسون اللي هو أحد الرؤساء الأمريكان ووضع هذه المقترحات وهذه التعديلات وضع في عام تسعة وثمانين ألف وسبعمائة وتسعة وثمانين يعني بعد صدور الدستور بمدة وجيزة وضع هذه التعديلات عشان يهدي من خوف المضادين للفيدرالية وعلى أساس يعني يدعمون تطبيق هذا الدستور الجديد الوليد لأمريكا وركز على مخاوفهم وكانوا تعديلات طبعا التعديلات العامة للدستور الأمريكي هي حدود السبع وعشرين تعديل خلال السنوات كلها لكن العشرة التعديلات الأولى اللي وضعت بعض صدور الدستور هذه التعديلات هي اللي تسمى بوثيقة الحقوق الأمريكية وخلونا ناخذها واحد واحد التعديل الأول للدستور يعد من أهم التعديلات لأنه مرتبط بحرية التعبير ومرتبط بحرية الاعتقاد والدين ويمنع الكونغرس من يعني فرض أي قانون يعني يحد من حرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية الصحافة ونص الدستور أو نص التعديل هو يحضر على مجلس الكونغرس تشريع أي قانون يؤدي إلى دعم ممارسة أي دين أو تشريع أي قانون يؤدي إلى تعطيل حرية الكلام أو النشر الصحفي أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمية أو رسالهم عرائض إلى الحكومة وطالبهم برفع الظلم يعني بكل بساطة هذا التعديل يعطي حق للمواطن بأنه يعبر بشكل اللي يراه مناسب وليس لحق لا للحكومة ولا للمجالس التشريعية أنها تمنع من ذلك أو أنها تصدر تشريعات مستقبلية تمنع من أنه يعني يؤخذ منه هذا الحق التعديل الثاني وهذا كمان من التعديلات اللي لا زالت تثير الجدل بين اليمين واليسار في أمريكا وهو المرتبط بحق حمل السلاح واقتنائه وطبعا هذا يعني يرجع لأنه في زمن صدور هذه التعديلات وفي الوقت اللي تأسد في أمريكا كانت الناس تتخوف من أنه يكون في نوع من السيطرة الحكومية وعلى الأمن وسحب هذه الصلاحيات من السلطات الولايات نفسها أو حتى من المواطن نفسه لأنه كان السلاح جزء من هوية المواطن الأمريكي وكان زي الجوال اليوم يعني كان وقتها السلاح ضرورة هذا الأمر لا زال يعني معمول فيه في أمريكا وهناك من يدافع عن هذا الحق ونص التعديل يقول إن وجود ميليشيات منظمة جيدا هو ضرورة لأمن الدولة الحرة وحق الناس بالاحتفاظ بالسلاح وحمله لن يمس وزي ما شفنا يعني يرع هذا التعديل أنه حمل السلاح للناس أو حق الناس في حمل السلاح يعطي ذخيرة إضافية في حماية الدولة فهي من جانب يعني ترى بأنه المواطن دوره هو حماية أمن البلد وحم أمن الدولة والمواطنين وحماية نفسه وكذلك هو حق يعني أصيل يجب أنه ما يمس بصرف النظر هل هو حيستخدمه للحماية أو يستخدمه للريترييشن أو للصيد الحيوانات وما إلى ذلك التعديل الثالث هو اللي ممكن اليوم ينظر عليه على مبدأ الخصوصية أو البرايباسي في الماضي أو أوقات الحروب لما يعني في الفترة اللي وضعت فيها للتعديلات كانت يعني الحياة يعني صعبة وكانت في حروب وكانت في ميليشيات وكانت في عمل عسكري الجيش وما إلى ذلك فكانت الناس ترى أنه مهم حق الدولة أنها تجي وتدخل على بيت المواطن وتستخدمه يعني كثكنة أو تستخدمه لدواعي عسكرية لأنه في النهاية هو اللي حيكون متضرر فلذلك يعني وضع التعديل حدود بأن الدولة ليس لها حق الدخول لمنزل أي إنسان لأي سبب إن كان ونص واضح في هذا المجال ونص يقول لا يمكن لأي عسكري في زمن السلم التمركز في أي منزل مدني بدون موافقة المالك وهذا أيضا ينطبق على زمن الحرب أيضا إلا بالطريقة الموصوفة في القوانين المعتمدة التعديل الرابع ربما يعني امتداد للتعديل الثالث في مسألة حق الإنسان بخصوصيته داخل البيت وأن الحكومة ليس لها الحق أنها تدخل وحتى من ناحية يعني جنائية وأمنية أنها تفتش وخلينا نقرأ ما بعض النص شي يقول نص المادة للتعديل الرابع إن حق الناس بأن يكونوا بمأمن بأشخاصهم ومنازلهم وأوراقهم ونشاطهم ضد التفتيش غير المعقول والإحتجاز لن يمكن التعدي عليه ولن يصدر أمر اتهام إلا بسبب واضح مدعوم بقسم أو إثبات ويصف بشكل دقيق المكان المطلوب تفتيشه والأشخاص الذين سيتم احتجازهم والأشياء التي سيتم مصادرتها هذا التعديل يوضح بشكل واضح بأن الجهات الأمنية لما تدخل تفتش أو تلقي القبض على أحد لابد أن يكون عندهم وارنت أو أمر من محكمة تحدد بالضبط إيش المطلوب تفتيشه ومن هو الشخص اللي مطلوب لقاء القبض عليه بناء على إثباتات أو مستندات ترفع للقاضي يعني تعطي يعني هو يقوم القاضي يشوف أنه في سبب أنه لهذا الشخص لابد أن يلقى القبض عليه ويتم التحقيق معاه واستجوابه وبعد كذا تكون الجهات الأمنية بإلقاء القبض عليه واستجوابه وطبعا إذا كان هناك عندها أدلة ترفع بعدين القضية للمحكمة للنظر فيها ولكن ليس من حق رجل الأمن أنه يدخل على أي بيت ويفتشه أو حتى اليوم المسألة مرتبطة بتفتيش الجوال أو تفتيش مثلا البريد الإلكتروني هذه كلها لابد من أنه يكون في أمر قضائي يعطى للجهات الأمنية بعد ما تطلبها وبعد ما تقدم يعني إثباتات وما هم ترك لهم الأمر أنهم يدخلوا زي ما هم يبغون وهذا طبعا يعني يعطي مجال لأنه يقلل من حدة لصق التهم على أشخاص معينين ترى الشرطة أنها تشتغل بدون أي يعني مراقبة وكأن لها هي القرار في أنها يعني تدين وتسجن مما تبقى فالأمر هنا الدستور يحمي المواطن بأنه إذا جاء أحد دق عليك على البيت وقال لك أنا بغلق القبض عليك تقولوا وريني الأمر التفتيش أصادر من الحكومة قبل لا تدخل أو عفوا أصادر من المحكمة قبل لا تدخل البيت وأعطيك الإذن أنك تدخل وتفتش التعديل الخامس يمكن أهم مكونين له هو مرتبط بأنه أي متهم في قضية في المحكمة لا بد أن نتوجه له تهم من قبل هيئة محلفين وهذه التهم لا بد أنها تكون بعد كذا يعني يتم التداول وهذه الهيئة هي اللي بعدين تصدر فيه الحكم وكذلك وكذلك التعديل هذا يمنع أو يعطي حق للمتهم بأنه ما يكون شاهد على نفسه يعني عشان كذا يقولون أنه نشوف الآن مثلا في قضايا اللي نشوفها في أمريكا بأنه لما الواحد يكون مثلا أمام محكمة ويطالبون بالإذلاء بشهادته وهو يعني يعلن أنه سيتمتع بالتعديل الخامس هنا ما في أحد يقدر يفرض عليه أنه يتكلم لأنه هذا التعديل يحميه من أنه يكون شاهد في قضية هو متهم فيها وبالتالي يصبح هو شاهد إدانة على نفسه وهذا كذلك من ضمن أهم البنود في الدستور ومن أهم التعديلات اللي صدرت لتكفل حق الإنسان بأنه يعني يكون يعني إلى حد بما لا يجر في إدانة نفسه في أي قضية وخلينا نقرأ المادة كاملة لن يتم احتجاز أي شخص للاستجواب حول جريمة كبرى أو جريمة شائنة إلا بتقديم أو توجيه اتهام من هيئة المحلفين العليا ما عدا القضايا التي تبرز في الأراضي التي تديرها القوات المسلحة والسفن التي تديرها القوات البحرية ولا يجوز أن يكون في أي قضية إجرامية شاهدا على نفسه ولا يجوز حرمانه من حريته أو ممتلكاته بدون محاكمة قانونية ولا يجوز مصادر أي ممتلكات من أي مواطن للاستعمال العام بدون تعويض عادل التعديل السادس برضو المسائل المرتبطة بالمحاكمات فهي تنص بشكل رئيسي على أنه أي إنسان محاكم لابد أنه يحكم بشكل سريع وبشكل عادل ويعني ما يكون في مماطلة وسجن وكذا لا لابد أن يكون يعني عملية المحاكمة ما تكون هي جزء من عملية التعذيب خلينا نقول أو الإطالة أو الإيقاف فهو من حقه أنه إذا كان متهم يأخذ العدل مجراء ويحاكم بشكل سريع ويكفل له محامي إذا هو ما كان يقدر يحصل على محامي وكذلك هيئة محلفين محايدة يعني تم اختيارها بطريقة صحيحة ويواجه كذلك بالشهود اللي الضد وكذلك المحكمة لا بد أنها تطالب بوجود شهود يدافعون عنه أو يأيدون وجهة نظره بحيث أن هذول الشهود ممكن يبرؤون هذا المتهم والمادة مادة التعديل التنص التالي عند توجيه اتهام أو استدعاء للمحكمة لعمل إجرامي فإن المتهم سوف يتمتع بحق التمكن من استعجال الإجراءات القانونية وعلنية المحاكمة التي ستجريها هيئة محلفين غير متحيزة مجموعة من الولايات والمناطق التي تمت فيها الجريمة ويجب مواجهة المتهم بشهودة ضد وتلتزم المحكمة أيضا بإحضار شهود يشهدون لصالحه وتلتزم أيضا بتزويده بمحامي لمساعدته للدفاع عن نفسه التعديل السابع كذلك مرتبط بالجوانب الخاصة بالمحاكمات وهي ملخصها أن المتهم إذا تهم في قضية أخرى لا يمكن أنك تجي تسترجع الأدلة التي تهمت فيها وبرقت في القضية الأولى مثلا أنها يعاد تقديمها في محاكمة ثانية ونص التعديل هو في أي حقيقة أثبتت من قبل هيئة محلفين في محكمة معينة سوف لا يعاد تفاحصها من قبل أي محكمة أخرى من محاكم الولايات المتحدة إلا وفق قواعد القانون العام وفي ذات السياق الخاص بالمحاكمات التعديل الثامن ينص على أنه العقوبات إن كانت مالية أو عقوبات سجن لا بد أنها تتوافق مع طبيعة الجرم نفسه فلذلك يعني تمنع بأنه يكون فيه هناك مثلا معاملة أو جزاءات أو غرامات يعني باهظة أو وحشية هذا التعديل على أساس أنه يكون ما فيه يعني مزاجية للقاضي بأنه يصدر أحكام لمواقف يعني ذاتية من القضية أو من الشخص لا بد أن يكون الجزاء يعني موازي للجرم المختلف والنص نص التعديل يقول لا يمكن فرض كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولن تطبق عقوبات غير عادية أو وحشية التعديل التاسع يتكلم كل بساطة أنه يمنع على الكونغرس أو أي جهة تشريعية أنه تعيد النظر في هذه التعديلات وطيرها يعني ليس من حق الكونغرس إصدار أي تشريع بإمكانه يعني الكونغرس أو حتى المحكمة العليا أو أي أحد لا يمكن أن يصدر قرار أو قانون يتنافى مع هذه التعديلات يعني ما يجي مثلا بكرة يصدر قرار حتى له بالإجماع بمسألة أنه ليس من حق المواطن الأمريكي أن يعبر عن رأيه فهذا البند يعني يضع حدود وحماية لهذه التعديلات العشرة من أي مزاجية مستقبلية أو تعديلات مستقبلية أو ظروف مستقبلية فبالتالي هذه العشرة تعديلات هي تعتبر أصيلة في الدستور والنظام الأمريكي لن تتغير في أي ظروف إن كانت نص التعديل نقرأ مع بعض أن القرارات التطبيقية لهذا الدستور المتعلقة بالحقوق الثابتة والأساسية لن يجري بخصوصها تعديل قد يغير أو يحط من حقوق الأخرى المحفوظة للشعب التعديل العاشر يعطي المرونة لإحداث التغييرات المستقبلية ويتكلم على أنه أي موضوع ما سبق عولج في الدستور من حق الشعب ومن حق الولايات أنها تتعامل معا وأنها تصدر تشريعات بخصوصه وحسب احتياجات المواطن وحسب توجهات البلاد ونص المادة تقول أن جميع السلطات غير المنوطة بدستور الولايات المتحدة والتي هي غير محظورة على الولايات المنفردة تستطيع الولايات بنفسها الاحتفاظ بحق التمتع بها أو يحتفظ الشعب بنفسه حق الاستمتاع بها يعني أي موضوع لم يعالج معالجة دستورية من حق الولايات أنها تتعامل معا بطريق وتصدر تشريعات مناسبة وفيه طبعا مواضيع كثيرة تكلمنا في بعضها في حلقات سابقة زي مثلا موضوع المروانة هل هي ممنوعة ولا هي ممنوعة هناك ولايات تسمح فيها ولايات تمنعها زواج المثليين كذلك الأبورشن أو الإجهاض كذلك يعني فيه مواضيع كثيرة الدستور ما تعامل معاها فأعط المجال لما لم يصدر مستقبلا قانون فدرالي في هذا الخصوص تبقى حق لكل ولاية أنها تقرر كيف تتعامل وكيف تشرع لهذا الموضوع أو هذا في الختام حاولت بشكل سريع أني أقدم ملخص سريع للتعديلات العشرة الأولى للدستور الأمريكي أو اللي تعرف بوثيقة الحقوق لأنها يعني فهمها ويعني اطلاع عليها يعطيك صورة أكثر وضوحا لطبيعة الحياة السياسية في أمريكا وطبيعة التعامل مع القضايا في أمريكا واستيعابها أظن يفتح لك مجال كمهتم في موضوع السياسة الأمريكية لأنك تستطيع أن تتعامل بفهم أكثر عمق للأخبار اللي نسمعها والتطورات اللي تصير في السياسة الأمريكية وليش هذه الجهة تقول كذا وهذه الجهة تقول العكس تماما في النهاية كالعادة إذا عندكم أي ملاحظات أو أي استفسارات أو حول هذا الموضوع أو غير من المواضيع كالعادة في الكومنت لا تنسون وإذا عجبكم المحتوى عملوا له شير وعملوا له لايك ونراكم إن شاء الله في حلقة جديدة من التعديل الأول ونشوفكم وقتها سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة